يسقط القناع شيئاً فشيئاً عن وجه إسرائيل القبيح وجرائمها بحق أبناء شعبنا فمنذ بداية العام الجاري اتفعت واتيرة وصفها بدولة فصلاً عنصرياً من قبل منظمات حقوقية دولية وجمعيات أمريكية وأكاديميين أجانب أخير ذلك جاء في قرار صدر عن رابطة علماء الأنثروبولوجيا في أمريكا اللاتينية حيث اعتبرت فيه إسرائيل دولة أبرتايد وبأنها تمارس التطهير العرقية والفصل العنصري ودعت إلى مقاطعتها وفرض العقوبات عليها وجاء في القرار الذي حصل على تأييد 70% من المشاركين أنه إدراكاً للجرائم التي ارتكب ضد السكان الأصليين في فلسطين خلال النكبة فإننا نؤكد التزامنا بتذكر الأضرار التي سببتها الممارسات العسكرية للتطهير العرقي في القرن العشرين ونعلن تضامننا مع الشعب الفلسطيني ضمن التزام عام وأكاديمي بالنضال ضد العنصرية القرار وصف أيضاً سياسة الاحتلال تجاه أبناء شعبنا بأنها تحديث منحرف للممارسات الشنيعة للفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين الجمعية اتخذت القرار في مؤتمرها الرابع عشر الذي عقد مؤخراً في مدينة ريو دي جانيرو وهو تجمع سنوي للعلماء من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية بالشراكة مع الجمعية البرازلية للأنثروبولوجيا فيما تبنت الجمعية الشهر الماضي أيضاً قراراً مشابهاً وبنسبة تصويت بلغت 71% ويقضي بتبني مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وقطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية بسبب دورها في التمييز العنصري ضد أبناء شعبنا هدي الشوامر تلفزيون فلسطين